السلام عليكم ورحمة الله طبعا اليوم نحن متواجدين مع أبطال الجيش الحر المرابطين على الخطة الأول في حي الموظفين طبعا معنا أبو عمار قائد الميداني هنا في هذا القطة يعطيك العاتف أبو عمار يعني لو تحدثنا عن الوضع الميداني في حي الموظفين بشكل عام الحمد لله الشباب ثابتون ومرابطون هنا ونحن نوقف على النقطة الأولى من عصابات الأسدية نعم وبفضل الله الشباب ثابتين هنا ومرابطون بفضل الله الحمد لله يعني لو نتقدم أكثر ونتابع فقط روشفاء هذا الخط الأول نعم مرابطون بي هنا تقع في هذا الجناز أسدية يعني نحن نقوم على مقربة كبيرة من قوات هذا النظام من هنا نستطيع أن نرى الأبنية في هذه الأبنية هنا توجد عصابات وقوات هذا النظام هذا ما خلفه دمار ونظام بشار الأسد طبعا كما ترون للانتقام من هذا الحي ومن صمود أبطال الجيش الحر الآن النظام يعمد إلى تدمير هذا الحي دمار كبير جدا يعني دمار شامل طيب اليوم قوات النظام كل يوم يدعون أنهم سيطروا على حي الموظفين في قنوات الإعلام كالدنيا والإخبارية السورية هذه قناة الدنيا هذه قناة الدنيا فأما نحن ها هي حي الموظفين فأينهم نحن نتواجد في هذا الحي يعني وهذا الخط الأول نطمن الحمد لله نطمن أهلنا ونطمن جميع موجودين أنه نحن ما زلنا في حي الموظفين وهذا حي الموظفين أين هم رجال الأسد كما يدعون نعم طبعا سوف نتابع ونلتقي مع الشباب المرابطين هنا في حي الموظفين هم كانوا يتواجدون في هذا المنزل وقبنا بتحرم بفضل الله فأضر ماذا خلفا في هذه المنازل يعني كما ترون هذا ما تبقى من هذا المنزل ومنازل حي الموظفين دمار كبير جدا طبعا نتابع هذه الجولة مع عصار الجوش الفرع المرابطين في حي الموظفين ونطمن طيران أسدي نعم بيضرب هذه المنازل يعني بيضربها بعدة صواريخ على أغلب صواريخ طيران منين؟ منين نعم معنا أيضا هنا أحد الشباب يطيف العافية بما أنك أحد عن طالة جيش الفرع المرابطين في حي الموظفين لو تخبرنا لو تخبرنا يعني عن همامكم وحالكم اليوم وأنتم على مقربة كبيرة من قوات هذا النظام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل الله عز وجل والله إمامنا عالية جدا ونحن نقول لبشار الأسد أننا نحن هنا باقون في حي الموظفين الذي يدعي هو كل يوم على قناة الدنيا أنه مسيطر عليه ونحن هنا متواجدون إن شاء الله ولن نترك هذا الحي بإذن الله إلا بعد تحرير هذا الحي وكل أحياء دير الزور إن شاء الله يعني كما رأيتم أبو أمار عبدنا أنك القائد الميداني ماذا تحب أن توجه رسالة طبعا نبارك لأهلنا وأخواننا لننتمكنوا من تحرير فرع من السياسي طبعا هي أحوال الحمد لله مفرحة وكبيرة جدا الحمد لله رب العامين نوجه رسالنا إلى جميع أخوان المهجرين بإذن ثابتون ولا نطلب منهم سوى الدعاء ونقول المقاتلون بإذن الله الثبات 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 إننا منتصرين بعون الله وما هي إن شاء الله اليوم معدد تكون دير الزور محرر بفضل الله إن شاء الله وإن شاء الله سنتجي إلى دمشق بإذن الله والذكرة بس أن دير الزور بفضل الله أكثر من ثمين بالمئة هي محررة نعم والحمد لله رب العالمين على ثبات الشباب الحمد لله إن شاء الله طبعا هذا هو حال حي الموظفين وحال أحياء مدينة دير الزور الدمار يعم المكان وحلقات الدمار المتكرر واليومية الآن هي أصبحت معروفة وبينا على مرأة من العالم أجمع ولكن هاهم أبطال الجيش الحر يثبتون أنهم كل يوم صامدين ومرابطين في وجه قوات هذا النظام وهذا حي الموظفين أبرز دليل على ذلك وسوف نتابع الجولات الميدانية في أحياء مدينة دير الزور إن شاء الله